اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقيقة قبل وبعد الفوز بالقائزة فالشكر لجمهونية مصر العربية منظمة التنمية الإدارية وجامعة الدول العربية والشكر موصول لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد المكتوم للإعلان عن هذه القائزة الفكرة نفسها حقيقة تستحق قائزة فكرة التمييز العربي ومكافأته أو الإعلان الفائز بالنسبة للهيئة حقيقة انفازت في مبادرة تنمية المجتمعات إن كان السؤال عن المبادرات فهي مبادرة الأمان الوظيفي أو نظام الأمان الوظيفي وكذلك نظام العاملين بالخارج أطلقت جائزة التمييز الحكومي العربي في جامعة الدول العربية في مايو 2019 وكانت لها أهداف كبيرة لموضوع كيفية تحفيز المؤسسات الحكومية في مجال التطوير الحكومي وأيضا خلق منصة إلكترونية لأفضل المبادرات والمشاريع الحكومية كي تستفيد منها بقية الدول وأيضا نشر ثقافة الجودة والتمييز في العمل الحكومي وتطوير الخدمات لغايات خدمة شعوب هذه الدول العربية الحمد لله إحنا سنادي محافظة أسوان عايز أقول إن إحنا دائما وأبدا ما أي نجاح بيتم بيتم برؤية وفكر الكيادة السياسية يعني كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي إحنا بنهدي له هذه الجائزة كان الداعم الرئيسي لأنه أعلن أن أسوان عاصمة للثقافة والشباب وفي نفس الوقت كان زياراته المتكررة لمحافظة أسوان إدى دعم كتير جدا ورغبة مننا في النجاح